موسيقى حياكم الله بشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج لغاء الراي تقارير اعلامية خرجت تتحدث عن نية للحكومة لرفع الدعم عن السلع مما اثار في الساحة البرلمانية موجة من الانتقادات الرافضة للتوجه اعلنت الحكومة بعدها صحة التقارير الاعلامية وقرب موعد التوجه الحكومي لرفع الدعم عن السلع ثم توالت الاحداث وانخفض سعر برميل النفط تهاوت مؤشرات البورصة وعالت الاصوات الرسمية تتحدث عن عجز في ميزانية الدولة وبعد جدل حول ضرورة عقد جلسة خاصة لمناقشة الاوضاع الاقتصادية كلف مكتب المجلس النائب يوسف الزلزلة للجنوس مع وزير المالية لمعرفة خطة الحكومة ماذا دار في الاجتماع وكيف هي الاوضاع الحكومية وماذا عن الخطط الموضوعة لمواجهة الازمة اسئلة نطرحها على ضيفنا النائب الدكتور يوسف الزلزلة رئيس لجنة الاولويات حياك الله دكتور بداية قبل ان نتكلم عن موضوع لقائك مع السيد وزير المالية هل نعاني من عجز وما هو العجز بالمفهوم الواضح غير الاشاعات اللي نسمعها بسم الله الرحمن الرحيم بداية نشكركم والشكر الجزيل على هذه الدعوة وللإجابة على سؤالك طبعا أي دولة أي حكومة في العالم ترى أو تحسب ميزانياتها على حسب الإيرادات ومن ثم المصروفات ثم بعد ذلك ترى إذا كانت الإيرادات أكثر من المصروفات ذلك يعني أن هناك فوائض مالية إذا كانت الإيرادات أقل من المصروفات أعفوا أكثر من المصروفات يكون هناك عجز وهذا هو الأمر الطبيعي في الكويت نحن في 95% من إيراداتنا المالية تأتي من النفط و 5% تأتي من الأمور الأخرى الآن لأن سعر النفط نزل إلى 24 دولار 23 يصعد 25 نصير 26 وينزل مرة أخرى في المتوسط حسبة الإيرادات المالية للدولة ستكون خلال السنة الواحدة ما يقارب 7 مليار و 8 من عشرة حسبت المصروفات يعني ميزانية الدولة المستقبلية كمصروفات أنا أتكلم الآن كانت في البداية 21 مليار الأخوان في لجنة الميزانيات مع الحكومة في فترة من الفترات قللوها إلى 19 مليار الآن وبعد أن ثبت أن سعر النفط سيظل كما هو عليه بالعشرينات 24 و 25 و 26 أيضا اضطرت وزارة المالية مع لجنة الميزانيات أن يخفضوا ميزانة المصروفات إلى 18 مليار ذلك يعني إذا أخذت 18 نقصت منها 7.8 إلى 7.8 يعني أنت تتكلم عن 10.2 مليار تحتاجها كعجوزات مالية عندك في الميزانية الحالية فإذن العجز هو أمر طبيعي نتيجة أن الإرادات المالية التي لديك الآن كحكومة انخفضت بنتيجة انخفاض سعر النفط وعندك أنت زيادة في المصروفات بلغت 18 مليار وبالتالي أمر طبيعي يصبح عندك هذا العجز طيب لماذا صار التوجه إلى عقد اجتماع مع وزير المالية عوضا عن عقد جلسة بالموازات مع هذا الأمر مهم يعني اقتصاد الدولة يحتاج جلسة وجلسات مطولة وليس جلسة واحدة بعوضا عن الاجتماع مع وزير المالية هو في الواقع قدم طلب في الجلسة ليست الماضية وإنما الجلسة القبلة الماضية قدم طلب لمجس الأمة من قبل مجموع من النواب وأنا كنت أحدهم أنه يطلب من مكتب المجلس تشكيل فريق عمل من النواب والوزراء لوضع آلية لنقلها بعد ذلك لمجلس الأمة آلية التعامل مع الوضع الاقتصادي المتردي طبعا نحن نتكلم عن وضع اقتصادي متردي ليس فقط في الكويت وإنما في العالم أجمع وهذا أمر طبيعي أنت تعرف بأن هناك فترات معينة تأتي على العالم بعضها تسرك العشرين سنة بعضها تسرك الخمسة عشر سنة تعتمد على أوضاع اقتصادية معينة في مختلف دول العالم ينتج عنها هذا الوضع المتأزم وأيضا في نفس الوقت تأتي فترات على العالم هم عشرين سنة تأخذ بعضها خمسة عشر سنة بعضها عشر سنوات يصره ناخذ دياد في الاقتصاد العالمي وارتفاع فيه وبالتالي يكون أيضا أثر أثر إيجابي على مستوى العالم الآن عندما نقدم الطلب في الجلسة الرئيس أيضا أضاف على هذا الطلب أنه يكلف مكتب المجلس في النظر في آلية شرح الاقتصاد اللي نحن مقدمين عليه في الكويت لمجس الأمة اجتمعنا في مكتب المجلس باعتباري عضو في مكتب المجلس مكتب المجلس طلب مني أن أنسق مع وزير المالية كيف نأتي بشيء متكامل للمجلس وما هي المواضيع التي يجب أن تطرح للمجلس حتى بالفعل جميع أعضاء مجلس الأمة يطلعون على الوضع الاقتصادي للبلد بصورة كاملة أنا أقدر أتكلم فقط عن إيرادات ومصاريف للحكومة أنا أقدر أتكلم فقط عن أسعار النفط ليش صارت شذيه انخفضت أنا أقدر أتكلم ما هي خطة الحكومة لسد هذا العجز لكن هذا لا يكفي نحن لازم تكون عندنا صورة متكاملة عن الاقتصاد المحلي ربطة أيضا في الاقتصاد العالمي بعد ذلك نطلع النواب ما هي الإجراءات التي ستعملها الحكومة حتى اقتصادنا ليكون منحدر كما هو الوضع الآن وهذه كانت خطوة من المجلس للحكومة أنا تشكيل فريق طيب ليش الحكومة الآن بدأت تشارككم في القرار لوضع حلول العملية الاقتصادية لأنه لا تملك الحكومة أن تتخذ القرار بمفردها بس اسمحك أنا بس أشرح لك وين وصلنا عقب ما قرر مكتب المجلس أن أكون أنا أداة الوصل مع الأخوان في الحكومة حتى نضع آلية معينة تشرح في البداية لمكتب المجلس بعد ذلك تعرض على مجلس الأموة اللي صار الآتي وبالفعل اتفقت مع الأخ وزير المالية جلست معاه أتى بفريق الحكومة وعنده فريق من المستشارين وأنا حقيقة قلتها بالسابق وأكدها وكررها أنا أثق في الأخ أنس الصالح لقدرته وإمكاناته على أن يضع أمام مجلس الأمة الصورة متكاملة في الوضع الاقتصادي حتى يكون لمجلس الأمة مع الحكومة دور في معالجة الأوضاع بصورة عامة جلست مع الأخوان في وزارة المالية مع الأخ الوزير طرحت جميع الأمور المتعلقة بالاقتصاد المحلي ارتباطه بأسعار النافط ارتباطه بالاقتصاد العالمي كيف نستطيع على أقل التقادير نقلل من الخسائر اللي احنا الآن فيها والعجوزات في الميزانية وما شابه الاجتماع يمكن نظل ساعتين وشوية مع الأخوان نقلت الصورة كاملة للأخوان في مكتب المجلس ما حصل مع الأخ وزير المالية أخذ قرار مكتب المجلس اليوم في اجتماع اليوم نتيجة لسفر الأخ وزير المالية مع صاحب السمو الأمير حفظه الله وراءه في صفرة القادمة وعدم وجوده رح يكون هناك اجتماعين قبل جلسة ثمانة تسعة ثمانة تسعة الاجتماع الأول ستكون مع اللجنة الاقتصادية في المجسل على التخطيط الجلسة الثمانية وتسعة ثنين أنا أتكلم الاجتماع الأول مع مكتب المجلس لا أنا أقصد الاجتماعين قبل الجلسة الثمانية وتسعة ثنين هو راح يكون في تسعة ثنين ستعرض الحكومة مشروعها سيكون هناك اجتماعين مع مكتب المجلس أنا قلت لك المجلس كلف مكتب المجلس أن ينسق كيف يجب أن تأتي الحكومة بمشروعها المتكامل وأيضاً معلوماتها الكاملة للمجلس حتى يعني يقع المجلس على تفاصيل الأوضاع لا ما نبي جزء منها سيكون هناك اجتماع أول إن شاء الله يوم الأربعاء القادم مع اللجنة الاقتصادية في المجلس على التخطيط اللي هو عبارة عن مجموعة من الشخصيات اللي ديهم القدرة والفهم أيضاً على تحليل الوضع الاقتصادي وهم أيضاً جلسوا مع الحكومة واطلعوا على كل المعلومات المرتبطة بالاقتصاد المحلي والعالمي نعم يوم الأحد الأسبوع القادم ستكون هناك جلسة مع الأخ وزير المالية والفريق الاستشاري اللي في وزارة المالية أيضاً حتى نقف على توجه الحكومة في كل التفاصيل التي ذكرتها لك سنتفق مع الحكومة بعد ذلك أن تأتي بي شيء متكامل للمجلس في جلسة 9-2 حتى يقع أو يقف المجلس كله بأعضائه على ما يدور الآن في الحكومة وما هو القرار الذي يجب أن نتخذ بين الحكومة والمجلس حتى بالفعل ننقذ الوضع مما هو عليه أو مما ستقول إليه الأمور فيما بعد إن شاء الله بنود الاجتماع وتفاصيل الاجتماع راح أخذها منك ولكن بعد الفاصل فاصل مشاهدينا نكون مواصل السؤال المهم دكتور عن موضوع الرفع الدعم عن السلاء يعني أكيد الاجتماع دار وكان فيه أكثر من معلومة وآلاف المعلومات لكن السؤال الذي يهم المواطن في هذا الجانب هل سيتم رفع الدعم عن السلاء سواء البترولية أو السلاكية للمواطن؟ شوف أنا أشرح لك بالتفصيل ما صار في الاجتماع لأن الاجتماع مو سري أصلا مو اجتماع يعني مكان مفتوح ليس هناك رفع الدعم عن أي سلعة إلا تعتبرها ثلاث سلعة فقط اللي هم؟ البانزين، الكهرباء والماء مو رفع الدعم وإنما تقليل الدعم هناك فرق سيستمر الدعم على الماء والكهرباء والبانزين لكن سيقلل الدعم الآن أي دعم آخر مرتبط بالتموين أو غيره من الدعمات ستظل كما هي دون أن تمس حتى بس أعطيك بالصورة ليش؟ ليش بس الكهرباء والباي والبانزين؟ لأن 70% من الدعمات اللي موجودة في الميزانية مرتبطة بها الثلاثة أشياء 70%؟ 70% من الدعمات التي تقدم من قبل الدولة للمواطنين وللمقيمين طبعا بصورة عامة هي مرتبطة بها الثلاثة أشياء فقط والثلاثين بالأمية دعمات أخرى ولذلك يعني توجه الحكومة الآن طبعا هذا لا زال توجه لم يوافق عليه ولم يتم الاتفاق عليه هذا سيعرض على المجلس والمجلس سيرى رأيه فيما بعد اللي صار الآن بالنسبة للبانزين أعطيك على سبيل المثال البانزين أنت عندك ثلاثة أنواع بانزين عندك بانزين 91 أكتين عندك بانزين 95 وعندك أوترا النايتو ون سعر 60 فلس الحين هناك توجه للحكومة أن يرتفع 25 فلس زيادة في سن 85 أو 90 يعتمد على الاتفاق الذي سننتهي مع الحكومة وطبعا أنت تعرف أن مجلس الأمة دائما يذهب إلى تقليل التخاليف على المواطن بس الحين حتى مجلس الأمة سيناقش الحكومة في مسألة رفض طبعا لازم نعرف لا تملك الحكومة لا تملك الحكومة أن تزيد ولا نسمح لها لا الحكومة غيرها أن نتزيد إلا إذا قدمت مبرر واضح وبين يدفع بهذا الاتجاه طيب دكتور أنا بس عندي سؤال البانزين الدعم البانزين في الميزانية 470 مليون هل نص مليار هذا سيسبب حل للعجز الذي نعاني؟ لا هو أكثر من شيء أنت تريد أن تتحققه ليس فقط أنك تزيد هناك أكثر من شيء يجب أن نتحقق يعني الدعمات هذه 470 مليون بنزين 2 مليار كهرباء وكهرباء وماي أنت 2.5 مليار عندك باجي 7.5 مليار وين بتيبهم؟ وأقول لك سؤالي بعد ليش الحكومة الآن تأتي وتسدد عجز الميزانية من جيب المواطن؟ وبالواقع كان البنك الدولي يناشد الحكومة من السنين طافت قللوا الدعمات لا بد من إيجاد بداء للاقتصاد وبداء للدخل والحكومة لا حياتها لمن تنادي لكن عندما طاح الفاس بالرأس صارت حكومة ردد فعل وجاءت بتصحيح الوضع الاقتصادي من جيوب المواطنين شوف ليش الحكومة ما سوت هذا الشيء من أول لا هذا خطأ حكومة واضح ممتاز هل كان البنك الدولي بالفعل يدفع الحكومة أن ترفع عيدها عن الدعمات؟ أي لأن هذا أنا سمعته شخصيا مع الأخ الفاضر رئيس المجلس مرزوق الغانم عندما كني في نيويورك وصار هناك اجتماعات مع الأخوان في البنك الدولي وكان رأيهم واضح من قبل سيد أن الأمر يجب أن يتوجه برفع الدعمات صفر لازم دعم لا يوجد دعم للمواطنين حتى لا تعلمون المواطنين على الإصراف في أكثر من شيء طبعا هذا توجه عالمي وليس توجه على مستوى الكويت على فكرة هل هذا خطأ حكومة؟ أي خطأ حكومة؟ طبعا الخطأ الحكومة موسمة الدعمات الخطأ الحكومة بإيجاد بدائل لإرادات مالية للكويت احنا اعتمادنا في 95% من إيراداتنا تعتمد على النفط هذا خطأ خطأ فادح وانا أذكر إلى الآن من أول يوم دخلت في متس الأمة بال2003 كنت أكرر على الحكومة أنه يجب أن من الآن نبتدأ هذا الحكومة تتكرم عن 13 سنة قبل كنت أؤكد على الحكومات المتعاقبة أنه يجب أن تكون هناك بدائل غير النفط مثل أغلب دول العالم متقدمة نروج في يوم من الأيام كان اعتمادها 100% على النفط الآن اعتمادها ما يتجاوز الـ 25% بالـ 100% والذي طلع من النفط ما تصرفه ترى على فكرة تضع على صندوق أجيال قادمة مثل عندنا لكن أخطأ تراكمت بس الآن أنت أمام وضع اقتصادي سيء كيف تتعامل معه سألتني أخوش سؤال ليش نمد إيدنا على جيوب المواطنين الحين أنت يا حكومة عندك عجز ليش تحطينا إيدك على جيوب المواطنين القضية ممد اليد على جيوب المواطنين ولنكون صرحاء يعني شوف احنا على مستوى العالم على مستوى العالم رابع أرخص دولة في البنزين الأولى بنزولة اللي تأخذ شيء بسيط جدا كانت السعودية الثانية هذه الفترة بنزين احنا كنا الرابعة الآن احنا الثانية ترى في الأسعار الحالية اللي عندنا ياها بعد بنزولة لكويت تأتي ليش لأن السعودية رفعت كل دول الخليج رفعوا أسعارهم احنا صعدنا للمرتبة الثانية بأسعارنا الحالية وبالتالي الأمر الطبيعي الآن وبناء على توجهات البنك الدولي الاقتصادية اللي راح تنعش الاقتصاديات دول العالم وهذه آراء ترى ما هي جديدة وأنما آراء قنيت على معلومات دقيقة وقلت لك احنا سمعناها من أكثر من مصدر رسمي مباشر في البنك الدولي هذا الأمر يجب أن يتحقق لكن ماتي أنت وترفع الدعمات كلها على المواطنين مرة واحدة ويجب أن لا تكون كذلك لأن وظيفة الدولة أن توجد عيش كريم للمواطن شون توجد عيش كريم للمواطن؟ إن إذا بالفعل هناك أشياء تثق الكاهل للمواطن أنا أخففها عن كاهلة يبقى الآن توجه الحكومة هو كذا في البنزين تسعين قلت لك بيسيدوني خمسة وثمانين فلس والكهرباء والماء البنزين كذا السبع مليار ونص مين بيبونهم دكتور؟ لا السبع مليار مجبرة الآن حتى تسدد هذه العجوز روحوا على التحيط العام ما تقدر أمر طبيعي بس أنا أقول لك مو القصد ترى يعني لازم إحنا مهم نفهم مو القصد أني أنا أبي أييب أموال حتى أسدد عجوزات لا هذا الجوز بسيط زي البدائل بس أنا خلني أضيف شيء واحد هنا لازم أذكرها من خلال الممارسات اليومية للناس في الكويت بصورة عامة سواء وافدين أو مواطنين ومن خلال دراسات قامت بها جهات معينة في الكويت تبين بأن هناك نتيجة لانخفاض أسعار الكهرباء انخفاض أسعار البنزين هناك عدم التزام بأن تكون المصروفات في هذه السلع هي مطاليب يومية للإنسان وإنما تزيد في بعض الأحيان على سبيل المثال وأنا ممكن هذا الكلام قلت في الجلسة أكثر من مرة شبابنا بدل أن يذهب إلى المواقع التي يستطيع أن يستفيد من جهده وطاقته وقدراته ومكاناته والإبداع اللي عنده لأن البنزين الرخيص يترس سيارة بنزين ويفتروا رايح وياي رايح وياي وبالتالي لا هذا الشوارع أنا قلت يروح شاعر الحب اللي عندنا يومي بالتشم البعض طبعا نحن نجد لنا آلية حتى بالفعل المواطن والمقيم نوفر له ترى سبل العيش الكريم ونوفر له أيضا كل احتياجاته اليومية لخن تظل ضمن حدود بمعنى آخر ما بالإمكان أنا أن أعرف أن العائلة الكويتية من المفترض أن إذا زاد يعني مصروفها عن ثلاثة آلاف كيلوات معناته هناك إسراف وتبذير لأن متوسط ما تصرف العائلة الكويتية يجب أن لا يزيد عن ثلاثة آلاف هنا أنا للحكومة أقول له أقول له شوفوا من صفر إلى ثلاثة آلاف أخلي نفس السعر فلسين ما تزيدون ولا فلس على الناس ليش؟ لأن هذا هو استهلاك الطبيعي للعائلة الكويتية الآن إذا زاد عن هذا نزيد بالنسبة معينة فتتحول الأمور شرائح بدل أن تتحول إلى بس تعال وزيد الأسعار بالطريقة التي ترغب الحكومة أن تزيدها الآن هناك آليات وضعتها الحكومة ووضعت شرائح حتى في الكهرباء والماء لكن لا يعني عندما تضع الحكومة هذه الشرائح أننا في مجلس الأمة سنقول يا الله نبصم معكم بالعشر رحوا نفذوا لا يجب أيضاً حتى مجلس الأمة وهذا الكلام مهم قلتها حق الأخوان يجب حتى مجلس الأمة من خلال الدراسات التي عملتها الحكومة واستخدام المستشارين والجيش العرم رب من الخبراء يجب أن يكون لنا دور أيضاً في التأكد من أن هذه الأرقام التي تضعها الحكومة بالفعل هي أرقام صحيحة وليس للتمويه لوضع شيء كبير على كهل الحكومة لكن الموضوع لرفع الدعوم أو تقليل الدعوم تقليل الدعوم ماهو رفع تقليل الدعوم هذا أنتو قلتوا أن ما راح يمس شريحة الدخل المحدود من يحدد شريحة الدخل المحدود أنا قلت لك أنا شفتني لما قلت لك من صفر لي ثلاثة Drake ัحن لازم نحافظ على هاد الدخل المحدود يعني وازا ماше ما يعمل بالدخل المحدود هذا يعني متوسط صرف العائل الكوتي إذا كانت دخلها محدود ما راح تصرف على أكثر من شيء الأسر اللي إمكاناتها ما شاء الله جيدة وكبيرة وكذا تصرف ستة ألاف وعشر ألاف كاللواب ويترايح وعندها مشكلة أن يدفع هذا أقول أنت إذا زيت عن المتوسط الطبيعي لاستهلاك العائلة والأسر الكويتية أنت تعال يدفع الأستاذ محمد بشهري وكيل وزارة الكهرباء قال مرة معلومة مهمة قال أن الكويت تصرف محروقات ثلاثة مليار دينار على الكهرباء هو 2.6 أو ما يقارب هالمبلغ طيب السحب من الاحتياطي أنا يبتلك سؤال مرة سؤل أنس الصالح الوزير أنس الصالح قال أسئله متى تبدأ الدولة تأخذ من الاحتياط العام قال هناك مثلا الحالات سداد العز الاكتواري للمؤسسة العامة للتعاملات الاجتماعية الخطوط الجوية الكويتية المنحة الأميرية صندوق المعسرين وغيرها من الأمور والمنحة الخارجية للدول منحة مصر وغيرها تسليح آخر آخر تسليح 6200 مليون دينار ثلاثة الحكومة تطلب سحب ستة آلاف لا لا آه بعدين قللها السيد نعم صح ذكرت لين متى راح نقعد نسحب من هالاحتياطي العام شوف ربا ضرة النافعة نعم نحن الآن أمام مأزق هذا المأزق يعني بالإمكان تثبيته في ثلاث نقاط رئيسية أولا أنت عندك أسعار النفط منخفضة ثانيا أنت ما عندك إيرادات مالية جديدة تكرتها حتى لا تعاني هذا العجز ثالثا الوضع الاقتصادي العالمي كل عنده هذه المشكلة مو بس أنت صحيح يعني كل دول العالم المحيطة فينا واللي ممحيطة فينا تعاني نفس المشكلة الآن شلون أنا أستطيع أن أستفيد من هالثلاثة قضايا أولا حتى أقلل اعتمادي على النفط لازم أوجد لي بدائل بدائل الإيرادات الحين إذا تبيع أنت سعر النفط تبيع البرميلة بـ 24 تبيع حق الخارج تدري أنت كم تستورد منتجات هذا النفط تضربها بـ 100 بـ 100 100 مو عشرة يعني الـ 24 تضربها بـ 100 تصير عندك 2400 أنت هذا تستورده صناعات نفطية تعتمد على النفط لو أهلا كنا مفكرين قبل 50 سنة لما اكتشفنا النفط بعد 20 سنة و 10 سنوات لو كنا مفكرين في صناعات نفطية مو النفط الخام أني أبيعه لأ أخذ النفط الخام اللي يكلفني سعر معين وأبتدي أصنعه الصناعات المختلفة كان من ذيكي الأيام أنا عندي لأننا لا نحن بلد لا نحن زراعي لا نحن بلد صناعي لا نحن بلد بالإمكان أن نعتمد على استخراج موارد طبيعية غير النفط لأنه ما عندي حديد ولا عندي نحاس ولا عندي غيرات عندي نفط فالأمر الطبيعي أني أنا أستخدم هذا النفط يعني أعطيك مثال شوف مدينة بيتسبرغ في ولاية بنسلهينيا في الولايات المتحدة الأمريكية معروفة بصناعة الحديد ليش؟ لأن أصلاً الولاية فيها كميات خام من الحديد الخام فأمر طبيعي تصنعه إحنا عندنا نفط خام ها على فكرة هم يعني يصدرون الخام الحديد وإنما عندهم يصنعونه في مصانعهم فعليسان شذي؟ هو هو يبيعه بمبالغ أضعاف لو كان الحديد وخام نعم إحنا الحين صالنا 60 سنة وإحنا نصدر النفط الخام طلعه من الآبار وبيع طلع وبيع لو كنا من ذيك الفترة نفكرين بجد إن بالفعل نحول هذه إلى صناعات نفطية لا تحتاج تبيع النفط الخام أنت رح تبيع المنتجات اللي تابع من النفط الخام وقيتك تبيعه بمئات الأضعاف ما هو عليه ما فكرنا الحين مساعة أخوش كلمة قلت عندما وقع الفأس بالرأس مجبرين أن نفكر بصورة جدية الآن حتى نوجد هذه البدائل وقيت لك البدائل الطبيعية أن تكون هي هذه هذا واحد نعم أثنين لازم نعرف شون نتعايش مع إسعار النفط اللي حين صاعده نازلة صاعده نازلة مثل ما كل الدول العالم المتقدم تعاملت مع هذه الوضع وقيت لك أنا كمثال النروج لمتى بنبتدي نعتمد فقط على مادة وحدة اللي هو النفط الخام تدري النروج واحدة من الأشياء اللي فكروا فيها بصورة صحيحة وأصبحت الآن النروج هي البلد المصدر لكل ما هو متعلق بعلوم النفط علوم ترى ما مصنعات شركات الحفر حفر النفط شركات حفر النفط الآن على مستوى العالم هي نروجية ليش؟ لأن يا أبو أفضل العلماء المختصين في المكامل النفطية وفي الآبار النفطية وما شابه يابوهم بالنروج وعطوهم كل الإمكانات حتى يبتدون يبتكرون طرق جديدة في استخراج النفط بأسعار أرخص مما هي عليه فالعالم الآن كله يعتمد على النروج في ذلك إحنا بحاجة الآن أن نفكر بجد كيف نستطيع أن نخرج من الأزمة هذه مو بس أني أنا آخذ من احتياط المال العام وأنما كيف أفكر بصورة صحيحة حتى أوجد لبداء الإرادات المستقبلية آخر شيء في نقطة ثالثة في نقطة ثالثة لكن بأخذها بعد الفصل فاصل مشاهديني نواصل النقطة الثالثة سيد اللي هي لتعديل الوضع الاقتصادي النقطة الثالثة هي الأصعب شوف في كل دول اللي بالفعل تذهب تجاه التنمية عندما تشكل الحكومات تشكل على حسب حاجة المجتمعات هذه بمعنى أتي فترة أن المجتمعات يحتاج إلى أن تتحول هناك في ثورة صناعية كبيرة فتشوف الحكومة تأتي بوزراء تكون يعني أفكارهم صناعية ومرتبطة بكل ما هو صناعي أو أتي فترة من الفترات تشوف هذه الدولة تستفيد من الأوضاع الزراعية عندها فتشوف أغلب الوزرائيون عندهم هذا التوجه أو الباكراوند ما لهم شذي إحنا في الكويت مع الوضع الاقتصادي السيء اللي نعيشه الحين واللي رح يستمر ترى على فكرة ماكو شي بالأفق يدلل حتى معاهد الدراسات النفطية تؤكد أنه لا يوجد بالأفق شيء يعني قريب بالأفق القريب شيء يدلل على أن النفط سيرجع إلى الـ 120 دولار وكل اللي قالوا أنه في نهاية 2017 بداية 2018 قد تصل أسعار النفط إلى 80 دولار قد احنا حتى تكون بريك ايفن يعني لا أنت عندك عجز ولا عندك زيادة فوائد تحتاج أن يكون بهالميزانية العالية تكلم تحتاج أن سعر النفط يكون 65 دولار على الأقل لا يوجد شيء بالأفق بين هذا ولذلك الأمر الطبيعي أنك شا تفكر أنك تأتي بحكومة فريقها يمتلك الفكر الاقتصادي التجاري المالي الابتكاري أيضا الذي يستطيع أن يحول البلد من الوضع الاقتصادي اللي الحين بدأ يتدنى إلى تخطيط مستقبل اقتصادي قادر على أن ينقذ البلد بما هي عليه إذا تسألني وش في الفريق الحالي فريق الحكومة الحالي شحالاتهم البخت ما قلت أنا لو 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 تفتح عمل الشيطان لو تسألني الكلام أقول محترامي وتقديري زملاء أنا بالنهاية بعد ما نقدر نقول أكثر من هذا لكن محترامي لهم لا أعتقد أن في بعضهم له النعم فيه قادر وعنده إمكانية بس لا أراه أنه الفريق الحكومي القادر على أن ينقذ البلد من وضع اقتصادي اللي رح يذهب شوي شوي إلى وضع سيء إلى وضع أحسن مو هذا هو الفريق محترامي وتقديري لهم طيب لذلك قلت لك هذا الأصعب اللي يحتاج أن سمو رئيس منسل وزراء يتوجه الآن بتفكير جاد كيف يستطيع أن يأتي بفريق حكومي قادر على أنقاذ البلد اقتصادي طيب الوزراء يعني ليسوا على القدر من الرؤية العالية لإدارة الوضع الاقتصادي وحالة الوضع الاقتصادي وين دور النواب النواب مفروض أن يكون عندهم طبعا رؤية وحدة والوضع الآن منسجمين مع بعض وكل أمور تشير لأنكم سمن على العسل طيب ليش ما المجلس يقعد ويفرض على الحكومة يقول لهم يا حكومة يا أفاضل إحنا عندنا وضع استثنائي يحتاج أشخاص استثنائيين لابد عليكم أن أو على رئيس الوزراء تغير هذا الفريق وتأتي بفريق يحل الأزمة اللي نعانيها شوف أولا يعني معتران متقديري للجملائي كلهم والإخوان النواب مو كل النواب عنده يعني قدر على أن يفهم الوضع الاقتصادي بصورته الحقيقية لأن البعض قد لا يكون عنده هذا الباكراوند نعم أثنين مو كل الأخوة النواب اللي عندهم أيضا اهتمام بالوضع الاقتصادي حتى يستطيع أن يضع آلية معينة أو على الأقل يقترح آلية معينة لإنقاذ الوضع الاقتصادي رقم ثلاثة مو كل الأخوان النواب أيضا بإمكانهم أن يكونون ضمن فريق يستطيع أن يشكل هذه الحالة الاقتصادية الجديدة وبالتالي يقول حق الرئيس أو حتى للحكومة لازم يتغيرون الأوضاع الآن ما قاعد يصير أنت تلاحظ في النقاشات التي تدور في مجلس الأمة خلال الجلسات الماضية ترى أغلبها كان يركز على الأقل لبعض النواب كان يقوم ويؤكد على الحكومة أنت اشتويته وحتى تواجهون الوضع الاقتصادي السيء القادم سؤال يعني جيد هذا نزيل ويصير وأنا من الناس اللي دائما أوجه لما نكون سمو الرئيس موجود دائما أوجه للكلام وأقول يا سمو الرئيس محترامي وتقديري لوزرائك عندهم هالنقص ونذكرها عادة أنت دورك أنك تنبه الحكومة على وضع غير صحيح الآن الحكومة لذلك قاعد يقول لك الحكومة مو هذه الحكومة اللي قادر على حل الوضع يبقى هنا دور سمو الرئيس أن يفكر بجد كيف يستطيع أن ينشئ فريق حكومة جديد قادر على متابعة الأوضاع الاقتصادية القادمة كيف يستطيع أن يحل هذا الفريق الحين هل هل هذه قناعتي هل هذه القناعة يتبنىها سمو الرئيس لا أعرف لكن اللي علي أني أوصل لهذه القناعة ووصلت أكثر من مرة تعتقد بجلس الوزراء عند الرؤية أو عنده بعد النظر للسيطرة على قضية مثل هذه وإحنا عندنا تجارب سابقة أن موضوع رفع تنويع مصادر الدخل هذا أجيال مرت علينا وإحنا نسمع هالكلمة هل تعتقد المجلس الوزراء عندها الرؤية بعضهم لأن ما تم مناقشته في اللجلة الاقتصادية في مجلس الوزراء أنا أدري لو متابع الأمر ما تم مناقشته بالفعل الأشياء جيدة طرحت نقاط جيدة طرحت ما وضعت لها حلول وإنما طرحت للنقاش نقلت بعد ذلك إلى المجلس على التخطيط تم مناقشته في المجلس على التخطيط وقدمت مجموعة من المقترحات من قبل اللجلة الاقتصادية في المجلس على التخطيط ولكن لم تتبنىها الحكومة تبني كامل ليش قلت لك لأن أنت ما لم يكن عندك شوف رأيه الفريق الحكومي تماما كفريق قلة القدم يعني إذا عندك فريق قلة قدم بس ماكو غولشي رح يقولون عليك عندك فريق قلة قدم بس أنت ما عندك الدفاع ما رح تقدرش تلعب عدل عندك فريق قلة قدم ما عندك هجوم الفريق يجب أن يتكامل في أدائه مو كلهم لازم يصيرون هجوم مو كلهم لازم يصيرون دفاع مو كلهم وسط وسط مو كلهم غولشي لكن يجب أن يتكامل تتكامل الوحدة الفريق في أداءه بالنهاية الفريق الحكومي الحالي في كثير من الأخوان لهم لا أعتقد أن يستطيعون أن يضيفون شيء في الوضع الاقتصادي القادم ولذلك هنا دور سمو الرئيس اللي هو مكلف من صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه أن يشكل فريق حكومي قادر على أن يواجه المرحلة الجديدة الآن هل رئيس الوزر راح يسوي هذا ما راح يسوي هذا يبقى في تقديره هو الشخص المعني الذي يجب أن يقوم بهذا العامل هل إذا استمره الوضع هذا وتراخي الحكومة في حلها القضية الاقتصادية هل سنجد النواب يجتمعون على كلمة أن إما الحل أو الاستجواب لرئيس مجلس الوزراء وخلاص تصعيد حل شنو؟ حل الأزمة هذه ويكون تغيير للوزراء وفريق جديد برؤية جديدة بأسلوب جديد لإنقاذ البلد هش كلام أنت لما أنت من أول مرة تضرب ضربتك في الحكومة أنت اجتمعته فالإذاك شنو مطلوب الآن؟ المطلوب من الحكومة أن تأتي في تسعة تنين تقدم صورة الكاملة على الوضع القائم بتفاصيلة ثم بعد ذلك تقدم مقترحاتها شنون رح تحل الوضع هذا هنا يبقى المجلس عندما يطلع على ما ستقوم به الحكومة بعد ما تشرح الأزمة وكيفية التعامل معها هنا المجلس يقدر إذا بالفعل هذه الحكومة قادر على تنفيذ ما ينقذ الوضع الاقتصادي العام إذا شاف المجلس وهذا الأمر الطبيعي اللي لازم يصير إذا شاف المجلس أن الحكومة غير قادرة أمر طبيعي يجب أن يستخدم أدوات الدستورية أنت عندك أدوات دستورية يجب أن تستخدمها إذا بالفعل الحكومة لم تستطع أن تسير ضمن منهجية واضحة لإنقاذ الوضع الاقتصادي قلت لكم الحين ترى اللي إحنا قاعدين نمسه جزء من الحالة السيئة ما هو قادم أكبر نعم تدري أقول لك شيء واحد وأنا متعجب من الحكومة إلى الآن لم تتحدث عنه قضية البطالة في الكويت لا يوجد مبرر واحد للحكومة مع العجوزات الحالية أن تفتح الباب على مصراعه مرة أخرى لتوظيف الكويتين ما تقدر هذا الباب الأول قاعد يأخذ أكثر من الستين بالأمية من الميزانية مالتي الآن تطلب مني أني أوظف بالحكومة انزين شو بيساوون يا حكومة خاصة أن نحن يايتنا مخرجات تعليم من الجامعات ومن المعاهد التطبيقية وغيرها كميات هائلة من الخرجين هذا اللي شو بنساو فيهم إذا ارتفعت نسبة البطالة عندك في الكويت تدري شو رح يصير أزمة هذه أزمة اجتماعية كبيرة جدا تخلق لك أزمات ما تسوي الحكومة مع هذا لازم يكون هناك توضيح أو على الأقل لازم يكون هناك ابتكار لمواقع مختلفة لعمل هذين الخرجين وين رح يروحون بالنهاية ولذلك أقول لك ما سيقدم لنا في المستقبل وترى مستقبل قريب ما أتكلم عن عشر سنين أتكلم عن سنة قادمة سنتين قادمتين عقوب ما تجي يعني أنا أقول لك أنت عندك في الجامعة في كل سنة العدد طلبة حين خمسة وثلاثين ألف تتكلم عن ستة ألاف أو سبعة ألاف خريج المعاهد التطبيقية تتكلم عن ستة ألاف سبعة ألاف خريج الثنويات البعض ما يبي يكمل المعهد ولا يبي يكمل الجامعة أيضا بالآلاف لما نقيون أول ستة ألاف ما تصبح الأزمة ثاني عشرين ألف لا ما تصبح عندك مشكلة بطالة كبيرة جدا خاصة الحكومة توجه شنو تسوي الحين طيحين لتقاعد تقاعد تقاعد وهذه لهم أنت قاعد ناس لازالت أعمارهم يعني أعمار شبابية ما هم ترى أكبر خمسين ما تكلم عن سبعين وثمانين سنة خمسين تقاعد شنو نحن نواجه هذه المشكلة الكبرى التي سنتورط بها خلال الأيام القادمة طيب دكتور أنا يعني في متابعتي حق تصريحات الحكومة في الصحافة الحكومة من البداية بدت تنزل دراسات دراسة أرنست يونغ والتصريحات البنك الدولي ورفع الدعومات وتبدي خطة التقشف عندها وتبدي تحاسب المسؤولين بتزديد فواتيرهم ما تعتقدين الحكومة سبقت في موضوع لطرح قضية رفع الدعم عن المواطنين بتسويقها البسيط أننا ترحنا شلنا المصروفات الزائدة اللي عندنا والتزامنا بالتقشف وانت يا مواطن مفروض التقشف دون الرجوع إلى مجلس الأمة إلا بعد ما صارت المصيبة شوف يعني برأيي الشخصي كما كان ممكن أنا قبل سنة ونص هم كنت عندكم وهني وذكرت نفس الكلام أنه ما لم تغير الحكومة طبعا ذات الأيام أنت أسعار النفط لها زارت عالية كانت وإراداتك جيدة وفواهض كان عندك جيدة كنا نؤكد على أنه سيأتي وقت فيما بعد سعر النفط حتى يمكن يوصل 10 جولارات آسف تدري ليش؟ لأن من قال لك أن العالم سيقف مكتوب في الأيدي ولا يوجد لبداء للطاقة من قال؟ ومن قال لك أنه سيستمر العالم باستخدام النفط للطاقة يمكن يستخدمه حق الصناعات بس ما يستخدم للطاقة فيما بعد وأمر طبيعي أنه راح يقلل من قيمته هذا الحكومة قلناه من فترة طويلة لأن الحكومة لم تحرك ساكنة الآن عقب ما صارت الأوضاع مخربطة وصار سعر النفط للوضع الحالي بالسعر المتدني بدأت الحكومة تقولوا والله إحنا شنسوي شبيدنا يا جماعة تعالوا ساعدونا حتى بالفعل نسد هذه العجوزات ونقول حق المواطن دير بالك ترى لا تصرف وايد شفت سؤال كم ساعات لما قلت لي هل معقول أنه إحنا لما نخفف من استهلاك المواطنين للكهرباء والماء شنو راح نضيف على الميزانية يعني لنفترض المكسبا نروح مليارين وفرنا مليارين أنت لما توفر مليارين يعني سبعة زال ثنين تسعة من الثمانتعش يعني لا زال عندك أجز تسعة مليار شو ما يسددين لما اضطر وتأخذ من الاحتياط العام ولذلك كل عمل الحكومة الآن هو محلول هو ترقيع لوضع قائم يعني حكومة حكومة دكتور حكومة ردة فعل نص ونص أوه ردة فعل ونص لأنني سقال يقول لك إذن نرجع حكومة ردة الفعل ولكن بعد الفاصل الفاصل مشاهدينه نواصل نتكلم بالتور عن حكومة ردة الفعل حل جلسة التسعة ثنيين والحكومة ستطرح رؤيتها النظرية لحل الأزمة هذه طيب متى سيفعل النواب أدواتهم الدستورية إذا لم يروا نتائج على أرض الواقع مع حكومة ردة الفعل طبعا أمر طبيعي إن كل نائب لمطلق الحرية أن يستخدم أدواتها الدستورية كما يشاء سواء سواء برلماني طلب تشكيل لجنة التحقيق أو حتى يصل إلى حالة الاستجواب لكن أنت بالنهاية مثل ما قلت لك بساعة تحتاج أن تعطي الحكومة ولو فرصة خصيرة حتى تتأكد أنها لا استطاعت بالفعل أن تنفذ ما تم الاتفاق عليه لإنقاذ الوضع الاقتصادي على المستوى العام أنا لم أتكلم أشياء خاصة يعني الدعم وما شابه لا كلها بشكلها على المستوى العام إذا بالفعل مشت في إنجازها وعلى فكرة حتى لما أنت رح تقدم لنا في تسعة اثنين البريزنتيشن اللي رح تشرح في التفاصيل أنا من الحين مجهز طلب أنه لازم تقدم لنا تقرير الحكومة كل ربع سنة على شنو اللي صار من خلال تنفيذ خطتها إذا تم الاتفاق على التنفيذ هذا حتى المجلس يقف أيضا على مدى إنجاز الحكومة لما قدمتها للمجلس أنه بالفعل سأفعل كل ما قدمته من أدوات حتى أنفذ غير هذا أنت لا تستطيع أن تعمل شيء ولذلك أنا أؤكد على النقطة وأتمنى أيضا حتى من زمولة النواب أن يتبنونها معنا إحنا ما نتكلم الآن عن وضع في وزارة صحة ولا وضع في وزارة التعليم أو وضع في وزارة شؤون أنا أتكلم عن مستقبل بلد الآن مستقبل البلد لا يقوم على وزارة واحدة وإنما مستقبل بلد يقوم على الحكومة بأكملها ليش كنت أقول لك مساعة الشيء الثالث يجب أن يتحقق ولو إنه صعب في الوقت الحالي اللي هو إعادة تشكيل الحكومة والأتيام بفريق جديد لأن الوضع لا يتحمل الصبر أكثر من ذلك لأن ما هو قادم سيكون كارفي إذا لم يكن لدينا فريق حكومي قادر على أن يتعامل مع الوضع الجديد ولذلك أنا أقول لك ياها يعني مو بس أنا أعرف أن مجموعة من النواب المتبنين نفس الرأي إذا الحكومة لم تستطع أن تؤدي دورها كما ينبغي في حل الأزمة الاقتصادية الحالية لا ستفعل أدوات الدستورية بقمتها مو يعني ما نتكلم إحنا بس سؤال بغلمان وما شابه لا وأقول لك ياه وأنا متيقن أن هذا التصور لأغلب النواب أنه ما نقدر نصبر أكثر من شيء لأنه طلب مننا أن نعطي الحكومة فرصة حتى تثبت لنا إمكاناتها وقدراتها على التنفيذ وبالفعل أنا ما أقول الحكومة لم تنجز أنجزت بس مو على المستوى المطلوب لأننا نحن في أزمة تغيرت الأوضاع الاقتصادية الآن إيه تغيرت الأوضاع الاقتصادية الآن وبالفعل ممكن هذه وجدت بعض العراقيل أمام الحكومة لكن هذا أيضا مسبب أن الحكومة لا تقوم بدورها كما ينبغي لإنقاذ الوضع العام شو بتسوي الحين مو شغلي أنا كمشرع شغل الحكومة هي الجهاز التنفيذي اللي عندها تحتاج تشريع يساعدها خلتي تقولوا والله أنا أحتاج هذا التشريع يساعدني لكن يبقى بالنهاية السلطة التنفيذية ممثلة في حكومة دولة الكويت هي الجهة المعنية لإنقاذ الوضع الاقتصادي اللي عندنا إياها طيب تتفق معاي أن الحكومة كل ما صارت أزمة يعني تحاول ما أقول تستخف بعقول المواطنين لكن تحاول تسوق مشاريع خيالية يعني أول ما صارت الأزمة قالوا بنسوي جزيرة بوبيان وبنحط فيها مدن عالمية وبنطور الجزر وبنخلي الكويت مركز مالي وكل ما صار وقالوا نحن مع رؤية صاحب السمو حفظه الله ورعالي تحويل الكويت لمركز مالي كل وزارتي وكل وزيري وكل وزير يحطون جدا ما ما يتكلم هالكلام تعتقد أن هالحكومة هي قادرة تدير الوضع بمصروفاتها قادرة أن تسوي مدن وتسوي وتطور الجزر شوف ترى هذا حال هذا لسان المواطن أنا تفع شوف طالع عمرك لو الحكومات المتعاقبة التزمت بكل توجيهات صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه كان ما وصلنا الوضع الاقتصادي السيء اللي احنا موجودين فيه حاليا صاحب السمو الأمير وجه الحكومات منذ ما يقارب العشر سنين على أن يتكون هناك أو يكون هناك تنفيذ لمدينة الحرير في الصبوية شوف كل هذا لم تلتزم فيه الحكومات المتعاقبة لو كنا مسوين كان أن توفرت آلاف الوظائف كان أنت فتحت آفاق اتصادية كبيرة جدا تجارية مالية ما صار كان الوضع غير الوضع أنا بعضك مثال من الأمثلة بس سريع سريع جدا نعم شوف شفت الحين وأنت تروح دبي فاتحين أخوار جديدة نخلة ونخلة وما شابه ترى هذه فكرة كواتية كانت ما هي فكرة إماراتية هذا الكلام قال كان قبل 15 سنة الله يذكر بالخير الأخ الفاضل جواد بو خمسين فكرته ومشروعه وأوجد لتفصيل متكامل حوله بخرائط بكل شي ما استطعنا أن نوفذها في الكويت نتيجة للروتين القاتل أخذوها الإمارات وسووا لتشوفها الحين شفت كلام صاحب السمو الأمير حفظه الله وراءه عندما وجه الحكومة قال لهم استغلوا وإحنا عندنا جزر ما شاء الله من أروع ما يمكن ومن أجمل ما يمكن يستغلوها راح توجدون مناطق سياحية من أروع ما يمكن وهذا إيراد جديد راح يكون للبلد أتمنى أن الحكومة تكون قادرة على إنجاز ذلك أتمنى أن نستطيع أن نوجد مثل هذا تدري شفت أنت في اليوم الواحد عندك 23 طيارة من الكوات تطر تروح أدبي إذا كان طيارة واحدة ما تحصلك تروح أدبي في الموالو إذا أنت أو جت مناطق للمواطن يمكن أن يروحون فيها نتمنى أن نرى ذلك نتمنى طيب مصرفات المدارس الخاصة سترتفع أم لا قصدك موهي موصرفات رسوم رسوم آسف رسوم سترتفع أم لا طبعا ما رح ترتفع لأن الوزير أكد على أنه سيوقف الزيادات إلى حين بعد الجملة القاسية قلت للوزير الحين أطلعك على المنصة إذا 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 ارتفعت الرسوم لا ما قلت لها الحين قلت لها الحين أروح أكتب استجوابك لأصعدك على المنصة يعني نفس شيء نفس شيء طبعا أنا أنا خلص وقتي أنا يعني في نهاية ما رح ترتفع الرسوم بس أقول لك يعني لأن الوزير أخذ على نفسه عهد إلى أن تنتهي لجنة تعليمية من تقريرها بعد ذلك ينظر في الرسوم نعم أنا في نهاية الحلقة أستذكر قول إسماعيل صبري يعني في بلسان حال كويت يقول لما تبوأ من فؤادي منزلا وغدا يسلط مقلتيه عليه ناديته مسترحما من زفرة أفضت بأسرار الضمير إليه رفقا بمنزلك الذي تحتله يا من يخرب بيته بيديه نتمنى أن الحكومة ما تخرب بيتها بيدها وتحاول تصلح الوضع ونشوفكم في حلقات قادمة مشكور دكتور شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا